السلام عليكم اذا علمه احد اضلاع مثلث قائم الزاوية وكان الظلعين الاخرين هما بعدي السؤال الشكل الهندسي في السؤال او جزء منهما فان العلاقة تكون في ذا غرص الاحتمال الاول يجيني قانونيا بالسؤال قانون ويا عدد وقانون ويا اكبر او اصغر السؤال الاكبر والاصغر منتهين منها قاعدة لكن الابو العدد هو يمثل علاقة استوانة حجمها عشرين العلاقة قانون حجم الاستوانة متوازي مستطيلات مساحته الجانبية ستين العلاقة هو المساحة الجانبية مستطيل محيطه ثلاثين العلاقة محيط المستطيل اذا الاحتمال الاول وشرحنا بي ثلاث محاضرات كان يعتمد على قانون ويا عدد اليوم الاحتمال الثاني اذا شوهد بالعين المجردة مثلث قائم الزاوية زين المثلث كم ضلع بي بي ثلاث اضلع ضلع من عنده معلوم والضلعين الاخرين هما بعدي الشكل الهندسي في السؤال او جزء منهما فان العلاقة تكون في ذا غورس هسه اذا ردت اسوي مثلث متساوي الساقين لو تجي تباوع هذا مثلث متساوي الساقين والصور عندي قاعدة دا شوف الساقين متساوية لو ما متساوية الساقين متساوية والصور عندي قاعدة اذا عندي قاعدة وعندي ارتفاع وهذا المثلث بي مساحة من اريد اسويهي شي الساقين كبرا لو زغرا رح تقولي الساقين نفسها لكن القاعدة كبرت والارتفاع الزغر زين من اسويهي شي الساقين نفسها القاعدة كبرت بعد والارتفاع الزغر والمساحة في حال التغير إذا كبرت زغرت ما أدري زين إذا سويت شيء الساقين بعده النفس الشيء القاعدة زغرت والارتفاع كبر والمساحة تغيرت كبرت زغرت ما أدري إذن هنا المثلثات في حالة ثبوت الساقين وتكون المساحة في حالة تغير طول القاعدة في حالة تغير الارتفاع في حالة تغير شيء يقول لي السؤال الأول من ضمن محاضرتنا اليوم يقول لي إذا عندك مثلث متساوي الساقين وكان طول كل من ساقيه ثمانية جذر اثنين سانتي متر ثمانية جذر اثنين سانتي متر ما هي أكبر مساحة لهذا المثلث إذن جد مساحة أكبر مثلث متساوي الساقين طول كل من ساقيه ثمانية جذر اثنيا سنتيمتر اشقد القاعدة اشقد الارتفاع حتى احصل على اكبر مساحة اذا نبدأ بخطوات الحل الخطوة الاولى نقوم برسم ارتفاع المثلث وبالثالث متوسط مااخد ملاحظة العمود النازل من رأس مثلث متساوي الساقين على القاعدة ينصفها وينصف زاوية الرأس اذا القاعدة مقسمة الى قسمين متساويا اخذنا ملاحظة في المحاضرة السابقة وقلنا اي بعد من الابعاد اذا كان مقسم الى قسمين متساويين يفضل ان يفرض بدلالة الضعف اذا نشرح سويه الساق الخطوة الاولى فرض المتغيرات باسماء معينة اذا معناها رح اجي افرض طول القاعدة للضرورة رح اجي اسميها 2x ورح اجي افرض الارتفاع شنوه الارتفاع هذا رح اسميه h يصير القاعدة اسميها x يصير ماكو مشكلة ولكن رح يصير عندي نص اكس بنص اكس ويمكن التعامل مع الكسور نوعا ما صعب اذا يفضل ان اسميها 2x على مودي يكون اكس في اكس اعيد لك الملاحظة اي بعد من الابعاد اذا كان مقسم الى قسمين متساويين ونحتاج ان نتعامل مع احد هذين القسمين يفضل ان يفرض بدلالة الضعف اذا انفرض المتغيرات باسماء معينة اريدك تركز النظر في هذا المثلث هل عثري على مثلث قائم الزاوية فيه ظلع معلوم والظلعين الاخرين هما بعدي الشكل الهندسي او جزء منهما تقول لي نعم لقيت هذا المثلث قائم الزاوية اذا العلاقة في هذا السؤال ستكون في داغورس شي يقول لي في داغورس يقول لي مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين العلاقة في موضوع التطبيقات ممكن تكون على كل الشكل بالسؤال ممكن تكون على جزء من الشكل ولكن القاعدة او ما تسمى بالدالة يجب ان تكون على كل الشكل اذا العلاقة في داغورس 64 في 2 رح يصير عندي 128 يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين اكستربيع زائد اشتربيع ومتفقين احنا العلاقة في موضوع التطبيقات وظيفتها جعل احد المتغيرين بدلالة الاخر اختياريا في بعض الاسئلة يكون طريق سهل وطريق صعب اذا رح اقول اكستربيع تساوي شنوه تساوي 128 ناقص اشتربيع يعني معناها الاكستساوي جذر 128 ناقص اشتربيع قبل ما انتقل الى الخطوة الثالثة اللي هي كتابة القاعدة او ما تسمى بالدالة يمكن شوية زعلان على الوزارة من قاله وطول كل من الساقين ثمانية جذر اثنيا قلت لهم خطية طلاب ليش دتخلون جذر اثنيا سووها ثمانية سووها ستة سووها سبعة لو كانت ثمانية يعني شرح يصير هنا رح يصير عندك اربعة وستين يساوي اكستربيع زائد اشتربيع يعني رح تقول لي اكستربيع تساوي شنوها اربعة وستين ناقص اشتربيع يعني اكستش قات اريدك انت تقول لي قبل ما اكتب شنوه بالله خلي اسمع زيان اذا انت اسمع بعض الطلاب بدي يقول لي ثمانية ناقص اش احذرك عزيزي الجذور هي اسس والاسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح اذا كل الاسئلة تقريبا اللي موجودة عندي بالكتاب اللي تابعة للاحتمال الثاني ابو الكتاب مخليه لك جذر ويا العدد حتى لا تفكر بهذا التفكير الشيطاني واتقول لي ثمانية ناقص اش اذا احذرك وخليها ببالك وابد لا تنساها الجذور هي اسس والاسس تتوزع عن يمن على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح اذا جد مساحة اكبر مثلث جد مساحة اكبر مثلث كلمة مساحة جدت قبل كلمة اكبر اذا اعتبرها مجهولة القانون وسولفنا بالمحاضرة الثانية واكدناها بالمحاضرة الثالثة كلمة اكبر او اصغر اذا لم يحدد القانون بشكل صريح فانها تعني مساحة اذا كان الشكل ذو بعديا وتعني حجم اذا كان الشكل مجسم كلمة القانون اذا جاءت قبل كلمة اكبر او اصغر تعتبر خالية من القانون الا اذا ارتبطت بالها الموصولة او ما ينوب عنها فهو القانون الذكر مع الها او ما ينوب عنه هو يمثل القاعدة اذا قال لي جد محيط اكبر مثلث القانون اللي اشتقى مساحة المثلث بس من يقول لي محيطه اصغر ما يمكن القانون اللي اشتقى محيط المثلث جد اقل محيط لمثلث القانون اللي اشتقى محيط المثلث ارجع الى المحاضرة الثانية واشوف التدريب اللفظي اللي موجود عليها اذا جد مساحة اكبر مثلث القاعدة اللي اشتقها هي مساحة المثلث ومساحة المثلث عموما هو نصف في طول القاعدة في الارتفاع يعني معناها رح يصير اكس اتش فرض المتغيرات باسماء معينة ايجاد علاقة بين المتغيرات وكتابة القاعدة الملازمة لكلمة اكبر او اصغر ثم جعل القاعدة بدلالة متغير واحد رح عوض مكان الاكس جذر 128 ناقص اجتربيع يعني رح يصير عندي جذر 128 ناقص اجتربيع في اج اريد اطيق فدهدية اليوم هذا متغير وهذا متغير من لقية جذر بصفة متغير هذا الاج سوي جذر اجتربيع ليش لان عندي من خواص الاسس والجذور اللي ما اخدها بصف رابع قلولك جذر اي في بي هذا شي ساوي يساوي جذر اي في جذر بي اذا اريد ارجعها بالعكس اعمم الجذر وداخل الجذر بينات انضرب اذا اش راح سوي هسا هذا الاج اش راح سوي هذا الاج راح سوي جذر اجتربيع الامود اقدر اعمم الجذر يعني راح يصير عندي جذر شنو مية وثمانية وعشرين ناقص اجتربيع في جذر اجتربيع اذا معناها الاي ش راح يصير عندي راح يصير تحت الجذر الاجتربيع تنضرب مرة بالاول مرة بالثاني يعني معناها مية وثمانية وعشرين اج تربيع ناقص اج اس اربعة هسه جاهزة للاشتقاق تقول لي يصير انا لو اسويها بدلالة اكس يصير ماكو مشكلة اذا مشتقة الجذر التربيعي شنو مشتقة الجذر التربيعي هي مشتقة داخل الجذر ميتين وستة وخمسين اج ناقص اربعة اج تكعيب على اثنيا في الجذر نفسه اللي هو مية وثمانية وعشرين اج تربيع ناقص اج اس اربعة ويساوي الصفر اذا عند مساواة الدالة النسبية بالصفر نكتفي بمساواة بسطها بالصفر فقط المقام رح ينظره بالصفر رح يروح رح اجي اسحب اربعة اج عام المشترك رح يصير اربعة وستين ناقص اج تربيع تساوي صفر اما اج يساوي صفر بالتأكيد هذا شنو بالتأكيد هذا يهمل او اج تربيع يساوي اربعة وستين يعني معناها الاج يساوي ثمانية اش قد قايل لك الوحدة متر تقول لي متر سانتي متر تقول لي سانتي متر اذا معناها الاج هذا ش رح يساوي رح يساوي جذر مية وثمانية وعشرين ناقص اربعة وستين ايضا رح يساوي جذر اربعة وستين ويساوي ثمانية سانتي متر يعني معناها الاثنين اكس هو ستة عاش سانتي متر اذا اقل لك بالسؤال جد بعدين اذا اقول له هذه البعدين انتهت قاعدة وارتفاع اذا اقل لك جد مساحة اكبر مثلث اذا رح اجي اعوض بقانون المساحة اذا الاي تساوي اذا المساحة الصفة عندي صفة اكس في اتش هذا ثمانية وهذا ثمانية اذا رح يصير اربعة وستين سانتي متر مربع اذا هذي ش يتمثل اذا هذي تمثل اكبر مساحة لسطح هذا المثلث لو قايل لي بالسؤال مثلث كل الحشي هذا نفسه ولكن اخر شي رح اجي اكتب قانون محيط المثلث اللي هو مجموعة اطوال اضلاعه الثلاث ومستمرين وياكم وخلنا نشوف السؤال الثاني حياكم الله اولادي مرة اخرى ما هو الشكل الهندسي المجسم المتكون من دوران مثلث قائم الزاوية حول احد ضلعيه القائمين وما هو الشكل الهندسي المجسم المتكون من دوران المربع او المستطيل حول احد اضلاعه الاربعة اذا جواب السؤال الاول هو مخروط وجواب السؤال الثاني هو اصطوانه اذا مستطيل ودي رح اول احد اضلاعه الاربعة هذا الظلع رح يفتر حركة دورانية هذا الظلع رح يفتر حركة دائرية اذا الشكل المتكون رح يكون اصطوانه ولكن دوران المثلث القائم الزاوية رح اجي ارسم مثلث قائم الزاوية اذا هذا مثلث قائم الزاوية طول وترهي ستة جذرة لاذا سنتيمتر اذا هذا ستة جذرة لاذا سنتيمتر يقول لي جد اكبر حجم للشكل المتكون من دوران هذا المثلث مثلث قائم الزاوية الذي طول وترهي ستة جذرة لاذا سنتيمتر حول احد الظلعيه القائمين اذا الشكل المتكون بالتأكيد رح يكون مخروط هذا رح يفتر حركة دورانية حول نفسه محور الدوران هذا رح يفتر حركة دائرية هذا حركة دائرية اذا الشكل المتكون من هذا الدوران هو مخروط وعندي نصف قطرة R وارتفاعه H فلو بالكتاب كل شمزة عني يقول لي جد حجم اكبر مخروط ناتج من دوران مثلث قائم الزاوية حول احد اطلاعه القائمة ويطول الوتر ستة جذرة لاذة يعني زيان من عنده يقول مخروط المفروض ما يقول مخروط يقول لك شكل هندسي منتظام او شكل مجسم فانت تعرف المثلث يكون مخروط بشطة ان يكون قائم زاوية المربع او المستطيل يكون استوانا على كل ده شوف المثلث القائم لو ما ده شوف نعم يتقول ده شوف هنا مثلث قائم الزاوية شبيه هذا المثلث احد اضلاعه معلوم والضلعين الاخرين هما ابعاد السؤال اذا بعد هو نصف قطر وبعد هو ارتفاع اذا بالبداية فرض المتغيرات باسماء معينة اذا هنا بالبداية اش راح تقول هنا نفرض طول شنوه نفرض طول نصف قطر القاعدة يساوي ار اذا هنا دير بالك هنا من الخطأ انا اقول نفرض نصف قطر المخروض اذا نصف قطر قاعدة المخروض هو ار ورح اجي افرض الارتفاع ارتفاع المخروض يساوي اتش والعلاقة حسب ما اتفقنا في ذا غورس وفي ذا غورس يقول لي مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين ستة وثلاثين في ثلاثة رح يصير عندي مية وثمانية يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين ار تربيع زائد اش تربيع لو اقول ار تربيع تساوي لو اقول اش تربيع تساوي سؤال المثلث اللي اخذنا قبل شوية كان يحل بطريقين والطريقين بنفس القوة لان قانون مساحة المثلث نصف في اثنين اكس في اتش يعني اكس في اتش لكن من اجي اسولف على حجم المخروط شنو قانون حجم المخروط هو ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع يعني باي على ثلاثة ارتربيع اتش وين الهدية الموجودة بهذا السؤال من اقول ارتربيع رح اعوضها بشكل مباشر ولكن من اقول اش تربيع لازم اخذ الجذر مالته والحل رح يكون ربما شوية اصعب اذا على الاحواط استحبابا في هذا السؤال ان اقول الارتربيع يساوي مية وثمانية ناقص اش تربيع على الرغم من صحة الحل بالطريقة الاخرى اذا اقول اش تربيع يساوي ولكن الحل ربما يكون شوية اصعب اذا خلي اعوض امكان الارتربيع بما يساويها رح يصير عندي ال في تساوي شنو رح يصير باي على ثلاثة في مية وثمانية ناقص اش تربيع في اش اوضت امكان الارتربيع بما يساويها من اللي يدخل على القوس من مصلحة ان الثابت يبقى بالخارج والمتغير يدخل على القوس حتى من اشتق مشتقة الثابت في دالة تساوي الثابت في مشتقة الدالة اذا رح يصير عندي شنو اقول ويساوي الباي على ثلاثة في الانتظار رح يصير عندي مية وثمانية اج ناقص اج تكعيب اذا هذه جاهزة للاشتقاق يعني رح يصير في فتحة تساوي مشتقة الثابت في دالة تساوي الثابت في مشتقة الدالة اذا معناها رح يكون الباي على ثلاثة تنزل ومية وثمانية ناقص ثلاثة اج تربيع بمجرد ان اساويها بالصفر الباي على ثلاثة تهمل اذا رح يصير عندي مية وثمانية ناقص ثلاثة اج تربيع يساوي صفر يعني معناها ثلاثة اج تربيع تساوي مية وثمانية يعني معناها الاج تربيع تساوي ستة وثلاثين اذا الاج تربيع تساوي ستة وثلاثين بالتأكيد الاج تساوي ستة اذا ارتفاع المخروض تم حسابه وهذا ستة سنتيمتر إذن هذا شي يمثل إذن هذا يمثل ارتفاع المخروض أريد أحسب الار الار تربيع شنو قانونها رح يصير مية وثمانية ناقص ستة وثلاثين ويساوي اثنين وسبعين إذا قل لك بالسؤال جد أبعاد المخروض يعني نصف القطر والارتفاع إذن رح يقل لي الار تربيع يساوي اثنين وسبعين يعني الار جد أثنين وسبعين يعني ستة وثلاثين في اثنين وانتهت إذن ار واتش لكن به السؤال يقول لي يجد حجم أكبر مخروض يعني الار أحسبه ما أحسبه يأثر ليش لأن قانون حجم مخروض يعتمد على الار تربيع إذن مباشرة رح أعوض الار تربيع وعوض الارتج بقانون الحجم إذن معناها الفي يساوي شنوه رح يساوي باي على ثلاثة في اثنين وسبعين في ستة الثلاثة وهي الستة تختصر بيها اثنين في اثنين وسبعين اذا رح يصير عندي مية واربعة واربعين سنتيمتر مكعب اذا هذا شي يمثل اذا هذا يمثل اكبر حجم المن لهذا المخروط اذا اكبر حجم للمخروط وانتهى حل هذا السؤال سنكون معكم وشاشة الموزابوك لعرض مجموعة من الاسئلة الوزارية الخاصة بهذا الموضوع شنو التغييرات اللي صارت في الاسئلة الوزارية شنو التغييرات المحتملة اذا تعالوا ايايا خلي الروح الى شاشة الموزابوك للاطلاع عليها حياكم الله طلبتي الاعزاء والمحاضرة الرابعة التي شاهدتموها الان تتعلق بالاحتمال الثاني الذي يتحدث اذا وجد مثل قائم الزاوية علم احد اطلاعه وكان الظلعين الاخرين هما بعدي السؤال او جزء منهما فان العلاقة في السؤال تكون في داغورس اريد ان اطرح عليكم سؤال كان موجود بالنسخة العربية وتم حذفة من الكتاب من اقول لك حذفة من الكتاب مو معناها خارجي مو معناها بعد ما يجي بالوزاري وهو اي اسئلة حذفة من الكتاب وجدت بالامتحان الوزاري اذا السؤال منهجي جدا وسهل جدا عمودان طولهما عشرة باثنعاش متر والبعد بين قاعدتيهما عشرين متر جد نقطة تقع على الخط الواصل بين قاعدتيهما لكي يكون مجموع مربعي بعديها عن رأسي العمودين اكبر ما يمكن من الشوف هذه العبارة جد نقطة بالسؤال جد نقطة اذا علمت معادلة منحني في السؤال فانه كلمة جد نقطة يريد فيها احداثي النقطة اما اذا لا توجد معادلة منحني بالسؤال فانه جد نقطة يقصد فيها ايجاد موقع النقطة وصف لموقع النقطة اذا من اجي اباوع الحل لهذا السؤال الحل الكامل لهذا السؤال امامكم اعزائي اذا هذه العموديين العمود الاول طوله اثنعاش والعمود الثاني طوله عشرة والبعد بين قاعدتين هما عشرين بالبداية رح افرض بعد النقطة عن قاعدة احد العموديين اكس يعني هذا ممكن اسمي اكس زين اذا كل عشرين فاذا هذا رح يصير عندي عشرين ناقص اكس اتريد اسمي هذا عشرين ناقص اكس وهذا اكس بكيفك ماك مشكلة زين انفرضنا بعد النقطة عن قاعدة احد العموديين اذا بعدها عن قاعدة العمودي الثاني اجد يقول لي بحيث يكون مجموع مربعي بعديها عن رأسي العمودي اذا تباوع هنا رأسي العمودي يعني اذا ردت هذا اسمي مثلا ات واذا ردت هذا مثلا اسمي ك فمعنى اش يقصد بيها يقصد بيها اش تربيع زائد ك هذا وتر وهذا وتر مجموع مربعي بعديها عن رأسين العمودي يعني معناها مربع الوتر الاول زائد مربع الوتر الثاني ومثلثين قائمين الزاوية وكل مثلث قائم الزاوية حسب فيذا غورس فان مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين يعني مربع هذا الظلع اش رح يساوي رح يساوي مية زائد اكس تربيع دا شوف قدامك زين ومربع هذا الظلع شي يساوي يساوي مية واربعة واربعين زائد عشرين ناقص اكس لكل تربيع اللي ساويت مربع حدانية جمعة الحدود المشابهة اشتقيت ساويت بالصفر ويطلعت قيمة اكس ال اكس طلعت عشرة دا يريد يقول لك بالسؤال جد نقطة يعني المطلوب هو وصف لموقع النقطة اذا ما طول البعد كله يساوي عشرين والاكس طلعت عشرة اذا رح اقول لها النقطة تقع في منتصف المسافة بين قاعدتين العموديا اعرض عليك السؤال بشكل كامل ويفضل ان تكتب على ورقة وتحل بايدك حتى تضبط فكرة الحل والمثال الذي ذكرناه يحتاج الى تلميح اود الاشارة اليه اذا المثال اعلى كان موجود في النسخة العربية قبل عام 2010 وتم حذف من الكتاب لا لزيادته بل لاعتقاد المؤلفون بان الافكار تم تكرارها لذا يبقى المثال ضمن حدود المنهج المقرر ولا يقل اهمية عن الاسئلة التي ما زالت موجودة في المنهج الحالي الاسئلة اللي عرضناها بخدمتكم السؤال الذي شرحناه المثال الاول الذي شرحناه قبل قليل اذا هذا المثال ويمكن الاطلاع على الحل بشكل مكتوب وهو سؤال وزاري 2016 الفكرة الفكرة اتكررت بالوزاري لأكتر من سنة ولو تجي اتباوع عام 2017 و2019 نفس الفكرة بالضبط ولكن طول الساقين تبدلت مكان ما 8 جدر 2 مرة صارت 4 جدر 2 ومرة صارت 6 جدر 2 هذا ما يخص السؤال المثلث المتساوي الساقين اما سؤال 10 من التمارين الذي ذكرناه وشرحناه قبل قليل هو وزاري عام 2011 و2014 واطلعت على الحل التفصيلي لهذا السؤال وهو من اسئلة التمارين اتكرر بالامتحان الوزاري عام 2017 و2006 ولكن بتغيير بسيط في طول المولد مكان ما 6 جدر 3 قالوا 9 جدر 3 اذا بهذا القدر ننهي المحاضرة الرابعة ومستمرين وياكم ان شاء الله انتظرونا بالمحاضرة الخامسة ان شاء الله الى ذلك الحين استودعكم بامان الله وحبكم